احتفلت هيئة البحرين الثقافة والأثار بذكرى المثاق الوطني الذي أشار في مقدمته لأهمية دور الثقافة واعتبرها في بنوده أحد أهم المحاور الأساسية للتنمية المستدامة فأصبح خارطة طريق استطاعت الثقافة من خلالها تحقيق تقدم وإنجازات شهدت لها المنابر العربية والدولية الاحتفالة كانت في ثمان مناطق حول مملكة البحرين ونشرت الحالة من الفرح قدمتها فرق بحرينية مبدعة بالإضافة إلى عروض ألعاب نارية في موقع متحف البحرين الوطني وبهذه المناسبة أكدت معالي الشيخة مي بنت محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والأثار أن هذا الاحتفال هو طريقتنا الخاصة للاحتفاء بثوابت الميثاق وللتعبير عن الشكر والإمتنان لجلالة الملك المفدى راعي الثقافة الأول والذي تحقق في عهد جلالة الزاهر أفضل الإنجازات الحضارية والثقافية في ظل ثوابت الميثاق والتي نستلهم منها روح الإخلاص في الارتقاء بالمشهد الثقافي البحريني بشكل يلبسه كل من يعيش على أرض مملكة البحرين وكل زائر لها من معالم وسروح حضارية ومشاريع للاهتمام بالتراث المحلية الإنسانية الأصيل ومواسم ثقافية سنوية متواصلة تثري أجواء المملكة وتجعل منها وجهة ثقافية وسياحية رائدة في المنطقة والعالم وأضافت معاليها أنه في ذكر الميثاق لا بد من الاحتفاء بهذه المناسبة وننقل للعالم أجمع بأن البحرين تتسع لأحلام أبنائها جميعا موضحة معاليها أن الاحتفاء بذكر الميثاق إنما هو تجزيد لشعار هذا العام وجهتك البحرين الذي يحتفي أو تحتفي هيئة البحرين للثقافة والأثر من خلاله بكافة المقاومات الحضارية والإنسانية للمملكة